بعد يومين من النقاش والحوار والتبادل اختتمت أعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة تضامن والمرأة والأسرة وتنمية الاجتماعية بشاركة مع منظمة الإيسيسكو المشاركون في أعمال هذه الورشة انكب بطلة اليومين الماضيين على حزمة من القضايا والملفات الرهنية ذات صلة بموضوع النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى دول المغرب العربية تم طرح قضايا متعلقة بالترسانة القانونية والتنظيمية المنظمة لمجال الإعاقة في هذه الدول البرامج والاستراتيجيات أيضا التي تشتغل في مجال الإعاقة أيضا دور وأدوار المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة وقد توجت أعمال هذه الورشة بإصدار مشروع إعلان الضباط الذي ركز على ثلاث من النقاط ذات طابعة الاستعجالية كما هو الشأن بالنسبة لوضع سياسة عمومية شاملة واستراتيجية مندمجتهم الصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فضلا عن تطوير قدرات الفاعلين والمتدخلين والعملين في مجال الإعاقة من أطر صحية وتربوية وتعليمية واجتماعية